أيام وتعقد محادثات بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا وحلف النيتو مسار دبلوماسي قد يسهم في إنقاذ العالم من حرب تدعياتها ضخمة موسكو اقترحت بدء هذه المحادثات كمبادرة لتوفير ضمانات الأمنية فهي تسعى إلى وضع حد لاستمرار تمدد النيتو والبنى التحتية الخاصة به وقدراته نحو الشرق ولطمأنة الغرب فهي تؤكد أنه ليس لديها نية لغزو أوكرانيا روسيا تطالب أيضاً بمشاركة مسؤولين عسكريين في هذه المشاورات أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروب أن ما يهم موسكو بشكل أساسي هو إجراء حوار مع النيتو على المستوى العسكري تصريحات رسمية للخارجية الروسية أخرى عبرت فيها عن قلقها من الأزمة مع النيتو واعتبرت أن التهديد بأزمة صواريخ جديدة في أوروبا أمر خطير ووصف نائب وزير الخارجية الروسي أن الوضع الحالي شبيه بأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 فموسكو كانت قد اتهمت في وقت سابق حلف النيتو بنياته نشر صواريخ نموية متوسطة المدى في أوروبا وهو ما نفاه النيتو مثل ما تنفي روسيا أي اتهامات بنيتها غزو أوكرانيا وتعتبر أن نشرها حشوداً عسكرية على حدود أوكرانيا لا يمثل تهديداً لأحد ولا يعد ذلك التحرك العسكري الوحيد لروسيا فقد نفدت مناورات عسكرية جوية في شبه جزيرة القرم تركزت على صد هجوم جوي ضخم يشنه العدو وسبقت ذلك بيومين فقط مناورات روسية أخرى على حدود أوكرانيا فيما أعادت عشرة آلاف جندي إلى قواعدهم مع اختتام التدريبات وفقاً للتصريحات الرسمية